ازايكم يا حلوين انا اميرة محمود وان شاء الله هعمل معاكم النهاردة صلصة الطماطم حواريكم ازاي هعملها وطريق التخزينها وازاي تطلع مننا باللون الحلو ده ان شاء الله الفترة الجاية حبدأ نزلكوا كل يوم فيديوهات عن طريق التخزيني لكل حاجة للشهر الكريم ده بيوفر معانا وقت ومجهود كبير وان شاء الله هجمع لكم كل فيديو هجمع تحت في الديسكريبشن كل اللينكات الفيديوهات اللي قابليه لو انتي بتشوفي قناتي لأول مرة واول مرة تزوريني ياريت ما تنسيش تنزلي تحت تعملي سبسكرايب للقناة واشتراك يلا نشوف هنعمل ازاي ستلصى مع بعدينا هيبقى معايا 3 كيلو طماطم مخصلين ومتقطعين حبيتين بانجر مسلوقين نصف كيلو فلفل رومي احمر نصف كوبية زيت معلقة سكر معلقتين ملح كبار هناخد الطماطم ونفضيها في حلة وهنضيف عليها الفلفل الرومي بقية المكونات مش هنضيفها لسه هتفضل معنا زي ما هي هقول لكم دلوقتي هنعمل فيها ايه هحط الحلة على النار انا مش محتاجة اضيف ولا نقطة مية هي الطماطم هتنزل دلوقتي ميتها لما نغطي عليها انا هغطي عليها وهسيبها ربع ساعة ده شكلها بعد الربع ساعة نزلت ميتها وبدأت تغلي الخطوة دي انا بعملها علشان الطماطم تبدأ تهبط معايا وتقل كميتها هبدأ بقى قلب عشان انا مش عايزاها تلزق معايا طبعا مش دي كمية لانا بخزنها انا بخزن كمية اكبر من ديب كتير ومش بس في رمضان انا بخزنها طول السنة بس انا حبي توريكم ازاي ان انا اصاد تلاتة كيلو بحط ايه بالزبط عشان تبقى عارفين المكونات دلوقتي لما الطماطم هتبدأ تهبط معايا انا هضيف طماطم تانية كمان هسيبها بقى على النار كمان لمدة نص ساعة على ما الطماطم تكون بدأت تتبل معايا وتستوي وده شكلها بعد النص ساعة الطماطم طبعا قلت بكتير وانا وضفت عليها كمية تانية كمان هغطي عليها بقى واسبها كمان ربع ساعة عايز اقولكم ان الحلل الورا دي كمان انا بعمل فيها طماطم انا بستغل الوقت اللي سعر الطماطم فيها مناسب وبخزن منها كمية كبيرة بتنفعني طبعا في عمايل الغداء بتسهل علي وقت ومجهود ووقفة على قد ما نقدر عايزين نحاول ان احنا منقفش في المطبخ كتير ومنضيعش يومنا كله في عمايل الغداء ووقفة المطبخ فالتخزينات دي بتوفر معانا وقت ومجهود كبير انا هقف العطة ماطم واسبها بقى تبرى كويس وبعدين هضربها في الخلاط هرجع الحلة تاني على النار وهبدأ اضيف بقية الاضافات هياخد مية البانجر بس انا مش هياخد القطع اللي فيها هشل اكيد اللي وقعت دي وهبدأ اقلب شايفين لونها بقى حلو ازاي هحط معلقتين الملح وكمان معلقة السكر ونصدق بقية الزيت كل دي اضافات بتنكهل الصلصة معايا تمام كده هغطي بقى على الصلصة وهسيبها تاخد غلوتين حلوين مع بعض وبعدين هشل الغطة تاني من عليها شلت غطى الحلة من عليها وشايفين هي كده بدأت تغلي معانا وتتقل انا مش عايزة حط الغطة عشان الغطة هينزل تاني بخار مية وحيخليها ما تنشفش انا عايزاها تبدأ تنشف في المرحلة دي هيخد بالي منها كويس علشان مش عايزاها تلزق في الحلة تمام كده انا ممكن اقفل عليها في المرحلة دي وخزنها بالشكل ده شايفين الحبيبات اللي هي اللي بتطير دي الطماطم والفقعات ده دليل ان هي استوات بس انا بحب الطماطم تبقى أتقل من كده بكتير خلاص كده الطماطم بقت حلوة قوي معايا وهقفل عليها في المرحلة دي وهسيبها تبرد تماما وهبدأ اواريكم ازاي انا هخزنها خلاص الطماطم بردت خالص معايا شايفين لونها حلوة ازاي الاضاءة هنا احسن من عند البودرياز بكتير فباين لونها الحقيقي طبعا الفلفل الاحمر والبنجر بيضلها لون وطعم فيه بقى طريقتين نخزن بها الطماطم الطريقة الاولانية انا بجيب علب تغزين بتاعة الفريزر انا بستعمل علب توبروير باملى العلبة دي وبحطها في الفريزر وعند الاستعمال بطلعه وحطها في التلاجة مش بيجرالها اي حاجة وبستعمل معلقة نشفى عشان احافظ عليها اكبر وقت ممكن هغطيها كويس ميزة العلب دي ان هي محكمة الغلق هي كده جهزا معي احطها في الفريزر على طول هوريكم بقى الطريقة التانية الطريقة التقليدية اللي كلنا معتمدينها في بيوتنا هاجيب كيس تغزين وهبدأ احط فيه السلسة بس انا مش عايزة املك كيس انا عايزة ربعه بس كل ما كانت الكمية كل ما كان افضل اشتركوا في القناة عايزة اقول لكم ان المغرفة اللي في اي دي دي صغيرة فعلى ما بملى الكيس بياخد معي وقت بس انا فعلا في الكيس ده انا نسيت نفس الشوية ومليته بس خلاص مش هنقس منه خلاص هخرج بقى الهوى كويس وهربط على الطرف هجيب بقى طبق فوم وحط فيه كيس الطماطم ده بيساعدنا ان اكياس الطماطم ما تلزقش في بعض وتبقى منظمة اكتر في الفريزر تمام كده تمام كده انا هجيب بقى الستريتش رول وهلف بيه طبق الفوم الهوى كويس كده وهاقفل الاطراف دول طريقتين اللي انا باعتمدهم في تخزين الطماطم وكمان لفت الستريتش دي بيتفدنا لو كيس تقطع لقدر الله طبعا سوال مش بتخرج منه هعمل معاكم كيس كمان الحلة دي خلصت حبيب بقى حلة تانية من اللي انا عاملاهم هنراي في الكيس ده بقى ما نملهوش ربعه بس كده ليه ربعه علشان الكيس الطماطم بيبقى رفيع فلو انت بتطلع من الفريزر على طول وعايزة تستعمليها هتبقى رفيع معاك هتقدر تقصريها بسهولة مش هتحتاجي فيها اي مجهود وهنعمل معايا نفس الطبق الاولاني هلفه بستراتش وهقفله كويس من الاطراف تمام كده هكرر بقى العملية دي لحد مخلص الكمية اللي معايا ان شاء الله هساب لكم في صندوق الوصف المكونات في كل الفيديوهات انا سعيب لكم مكونات الوصفة في صندوق الوصفة بس بنسى اقول دايما في فيديوهاتي لو طريقتي عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتنزلوا تحت تعملوا سبسكرايب للقناة وهساب لكم كمان في صندوق الوصف او الديسكريبشن لينك طريق تغزين الرمان وعمال عصير الرمان وكل فيديو ان شاء الله في التغزينات هنزلوا هساب لكم الفيديوهات اللي قابليها تحت في الصندوق الوصفة عشان يبقى سهل ان انتو توصلوا لها اشتركوا في القناة